هنرجع تاني للمباراة وزي ما اقول لحضراتكم المباراة طبعا يعني خارج التوقعات بكل امانة واحنا متعودين كمان هنا في البيت الكبير وقناة النادي الاهلي اكيد لما بنفرح بنفرح ولكن لما بيكون في حاجة بتزعلنا اكيد بنقول عليها احنا فيه ظروف صعبة مرت بالنادي الاهلي اعتقد كان ليه تأثير كبير جدا عامل الرطوبة وعامل الحر لكن ده ما يمنعش ان احنا زعلانين من الاداء ودايما بنقول لازم نواجه نفسنا وصدقوني لما بتواجه نفسك بشكل اكتر من رائع ده بينعكس ايجابيا تواجه نفسك بهذه المشاكل وتواجه نفسك بالشكل السيء اللي ظهر به فريقنا النهاردة النادي الاهلي انك زي ما اقول لكم نقطتين نقطة الاولى دي ان شاء الله بتبقى انطلاقة لتقلق جديد وفوز ان شاء الله جديد وبطولة جديدة ده مهم جدا الجزء الثاني ان النقد يكون على مستوى الحدث انت بتنقض لعيبة او بتنقض مدير فني لكن ما بتهدش بيت يعني زي ما بيقولوا كده ما تهدش المعبد علشان مباراة وارد جدا في اي فريق في العالم انه يمر بظروف صعبة والمباراة بتخرج عن السيطرة والفريق الاخر بيلعب بطل القرن وبيلعب الاهلي الحاصل على البرونزية وبالتالي لما تقدموها السفر المعنوات علية عندنا بعض المشاكل عندنا المشاكل لكن احنا بنقول هنا من البيت الكبير ان ان شاء الله باذن الله هذه المباراة باذن الله تكون نقطة انطلاقة للنادي الاهلي العودته لاداءه بشكل جيد جدا ما عندناش شماعات بنعلق عليها الجو والحرارة لا كل دوت حتى قاله مسلمان من خلال المؤتمر الصحفي اللي تسأل فيه بعد المباراة هو قال احنا بنعلق الشماعات على الرطوبة او الحر لكن هي دي كورت القدم في افريقيا هو قال كده معناها ان وارد جدا في اي مباراة في الدوري او في الشامنزليج الافريقيا ان يحصل مفاجآت ويحصل دروب لكن الدروب ده مش هيوقع في النادي الاهلي ان شاء الله الدروب ده بالعكس هيقوى النادي الاهلي بجماهيره بحضراتكو اللي بتنتقد على السوشيال ميديا بشكل يمكن مبالغ فيه من حقك تغضب لكن زي ما بقول اغضب بهدوء اغضب في صالح الكيان اغضب في صالح الفريق كل دوت حاجات ايجابية نطلع بها من مباراة فيه سلبيات اه فيه سلبيات فيه اداء سيء اه فيه اداء سيء لكن ناخد من كل دوت ان المشوار لسه طويل عندنا اربع مباريات باذن الله هذه المباراة يعني انا كنت لعيب في النادي الاهلي وعارف حالة اللعيبة عاملة ازاي هتلاقوا ان شاء الله مباراة فيتا كلب ان شاء الله هنا في القرية هتلاقي مستوى افضل بكتير هتلاقي هذا الاسرار وهذه النتيجة السيئة شوية والاداء السيء تنعكس باذن الله على فوزنا باذن الله بالعشرة وده مهم جدا جدا الناس هام ان احنا ما ندس على فرقيتنا اوي اه نزعل من حق كل الجماهير تزعل ننتقد اه ننتقد لكن ما نهدش المعبد دي مباراة وسط مباريات كتير جدا النادي الاهلي مر بيها ما ننساش انه مر بظروف صعبة في كاس عالم قندية مباريات متتالية الصفر الجو الرطوبة كل دوت بقول حصل لكن مش شماعة نعلق عليه اخطائنا